هيش هستم ألغاء دور الثالث صالة سبع سنين شين مبررات اللي استندت عليها الوزارة و أجلتها لا أستاذ رائد إذا تسمح لي يعني حقيقة في خلط الأول أنه دا تحمل الوزارة وكأنها هي من منع الدور الثالث أنا ما أقول وزارة أنا متقم أستاذ يعني بس تسمح لي أستاذ رائد أحنا يعني مجلس الوزارة الموقر وافق على الدور الثالث بالنسبة لثالث متوسط على أن يكون هذا آخر دور نوهوا نوهوا دكتور نعم آخر عام آخر عام دراسي يكون بيه الدور الثالث نعم أعلن المجلس الوزارة الموقر ووزارة خريبية أعلنت هذا جانب جانب لهم ما أعبر هذه النقطة دكتور بعض التربيات والأساتذة مثل ما تحدثت الطالبة بلغوا بأنه أكدور ثالث هذا شنو رأيك بيه بلغوا ربما اعتمدوا على الدور الثالث ما الثالث متوسط يعني بما أنه يعني رأوا أنه دور الثالث للثالث متوسط ممكن يعني ولكن يعني حقيقة تم الإعلان أنه هذا العام سيكون العام الأخير بنسبة لدور الثالث فأكو جزيية أخرى أيضا حتى تنويه مهم هم من عبره استاذ يعني يوم هالنقطة كلش حساسة وطلبتنا كلهم إن شاء الله المواقع التواصل رأينا المسجل قاعد تجي نطالب ونطالب إن شاء الله يوصل صوتكم عن طريق حديث بغداد إن شاء الله إذا هذه الجزيية بأنه هذا دور الثالث هو الحد الآن بعض التربيات وبعض الأساتذة ما واضح عندهم أكو دور ثالث أو لا تريدون الطالب يكون واضح لا أستاذ يعني مع احترامي للتلميذة يعني ما تقوله التلميذة ليس حجة هذا جانب يعني أنه بعض الأساتذة أو يعني بعض الإدارات يعني ربما سوء فهم إحنا الطالب هو معروف كوزارة التربية يمتح من دور أول وثاني وأيضاً أكو جزيية أيضاً يعني أحب من غادرها أستاذ رائد فضل يعني صار حديث عن معالي الوزير وكأنما الوزارة هو الحقيقة يعني هو فقط صاحب القرار لا يعني إحنا في كل القرارات المصيرية بس تسمحني أستاذ والله لا لا أستاذ رائد حتى وضح متسمو قتلي من حقي أن أرد أنت من قتلي صار كأنه اتهام لوزير أبداً لا لا ماتهام معالي وزير لا مو القرار محترم ما لا بدخل مؤسسة كاملة مع الرجل أستاذ رائد إحنا هي ترأي متكون من معالي الوزير سادة الوكلة سادة المدراء العامين هي ترأي كل قراراتنا حقيقة المقترحات يتم نقاشة وتنضج وتتحول بالتصويت إلى قرارات يعني الموضوع يعني أتفق تماماً مع الزميل أنه يعني معالي الوزير الحالي يقيناً يعني أكثر من خدم الوزارة لأننا قريبين من مشهد أستاذ 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 والطلبة أكيد يتحسب معالي الوزير احتكاك بكم مباشر لكن ليس بالمواطنين بصورة مباشرة أو مع الطلبة أنتم أقرب وأنتم تشرفون على التربية وتربية عريقة مثل الرصافة الأولى خرجت أسماء مهمة جداً في بغداد وإله دور حقيقة وأنا حط طلابها كذلك أحدها بالتربية وأنا واحد منها لكن وهي الأولى على القطر يعني في نسب النجاح بالنسبة للسادس يعني ما شاء الله الأولى في التطبيقي والثاني في الأحيائي والخامس بالأدبية وبالتسلسل نحن أول على تربيات العراق بالنسبة للصف السادس حلو لهذه السنة لهذه السنة إن شاء الله يكملهم دور ثالث هذا يعني زين أبك ما عندك مشكلة لك الثاني جاهز بالنسبة لي أنتظر الأوامر كل إحنا الساد نحن بالنسبة لدينا الحلول والمعالجات لكل شيء ولكل طالع كوزارة التربية وكهيئة رأي ولكن الأمر يعني منوط بمجلس الوزراء الموقر متى ما يعني وافق مجلس الوزراء يقينا يعني نمضي بالأمر ممتاز ترجمة نانسي قنقر